وين المرجعيات الدينية العاد؟ مرجعيات سيد السيستاني اللي هي المرجعية العليا للشيعة في العالم أحد أخذ رأيها؟ موجودة من أنكر هذا الموضوع؟ حضر بها موجودة؟ من أنكر هذا الموضوع؟ حسنا ما قلت أنكر يا أستاذ حسين أنتم تفاتحون المرجعية الدينية بالنجف تتكلمون مع مكتب السيد السيستاني تعرضون عليه مدوناتكم على أقل تقدير الشيعية هل يوافق عليها؟ هل يرفضها؟ وين دور المرجعية في قانونكم هذا؟ هذا الموضوع أولا خلينا نعرف أولا أكو تكليف شخصي أنا اليوم كنائب مكلف أن هذا الموضوع عمضي به لتشريعة أكو هواي من الفضلاء طلعوا وصرحوا بتكليفهم ودعوا لهذا الموضوع وهذا واضح فأنت اليوم هذا الجو الشيعي وهذا الفضلاء وهذا العلماء نعم اليوم المرجعية ما صرحت ابنفسها يعني السيد ما أنت تصريح واضح لكن اليوم الجو الشيعي كل أنت تعرف كثير من الفضلاء ومن العلماء ومن المجتهدين دعوا يدعمون هذا الموضوع الجو الشيعي الديني يا أستاذ سيح حتى نكون واضحين في المجال الديني وفي الجو الشيعي وفي المذهب الشيعي القدح والرأي المعلى لسيد السستاني أسادت الفضلاء الذي عنيتهم على رأسي ومحط احترام لكن المذهب الشيعي يمثله السيد السستاني بحجبه الأكبر وأنتم تقولون نريد نصرة للمذهب في هذا القانون ومرجعكم الشيعي الأعلى لم يعطيكم رأيا ولم تذهبوا لكي تأخذوا منه رأيا تقدر تنطيني إجابة على هذا اليش أنتو زالانين عليه لهو زالان عليكم أحسنتم لا 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 بالعكس هو تاج راسنا أحسنتم هو إلى الكأس المعلى هو خيمة العراقيين هو إلى الرأي الأخير تاج راسكم مش قالب هاي القصة إلى رأيين وما إلى رأيين بس اسمحلي اسمحلي خلي كمل المعلومة رجال أستاذ نجم بس خلي كمل لأن هذه معلومة مهمة أنا ما يحتاج أجي أسأل السيد السستاني أنا اليوم الصلاة واجبة لهم استحبة أو أصوم لا أصوم هذا شيء واضح أنا اليوم ذاهب أنا أريد أطبق الشرع وأطبق الدين من خلال مذهب الإمام جعفر الصادق خلص نقطرها الصادق ما يحتاج لها أروح أسأل السيد تقبل أطبق طبعا يقبل لأنه لليوم مذهب الإمام ماضح يعني أسمعتم أنتو بالمرجعية لا 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 مو إحنا المرجعية لا عفوا أنا رجعت قلت لك إحنا نشتغل بتكليفنا أنا كنائب أشتغل في تكليفي أنا أشوف هذا الوضع ذاهب باتجاه دعم المذهب الجعفري وأشتغل علي وغيري عالم وغيري طبيب وأنت جنابك اليوم إعلامي كل من يشتغل بتكليفه ما تحس إستاذ حسين أنتم محرجين بعض الشيء لا بالعكس 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 هو هذا القانون الذي يقر في عام 1959 ومو كله للسلة هو قسم بيم للشيعة قسم للسلة ترجمة نانسي قنقر